وهي المفروض ان الشخصية ده التكسيد لبعض الشخصيات من التاريخ الحربي الفنلندي انا اخر معرفتي عن التاريخ الحربي الفنلندي انجري بيرتز بصراحة ما كنت شعرف ان هو ما حرب وحرب بقى شد بمين سيسو ده ظروفه ايه صح مستوى الدموية ممتع ولا شغل ر ر ا هو فيه سؤال مهم عايزين نسأله لفنلندا مالك يا حبيبتي مين زعالك فيه ايه الحاجات الغريبة اللي طالعة هي مالها فنلندا دي مش كانت في الاخر نوكيا انجري بيرتز هرديكي ليتمنن اللي هي الحاجة كده الليك دايما بتقبل على الحياة بشكل ايجابي وبعدين يطلع العلم بتاعه يجيب لك قرف والحياة كانت ماشية في الاطار دوت وكل حاجة كويسة وبتاعه ايه بقى حنسوقها زي ما تكون دولة بجد يعني وفيها ناس وفيها بشر وفيها تاريخ وفيها دم وفيها ضرب وفيها افلام وفيها سا ليه ايه الفيلم الغريب ده لا طبعا ما عجبنيش خالص ومش فاهم ايه التقييمات العظيمة اللي طلع بيه السامة دي ده فيلم مخرم من كل نحية يعني اه طبعا فيلم مبالغ وفيلم هندي بكل تأكيد وطبعا الاسوأ من كده انك تخش بتوقعات فتلبس في وشك من اللي حصل فيه يعني فيلم على مستوى من العبط انه لو كان فيه اغنية كان احتمال تكسب الاوسكار السامية دي مصر حاجة تخلف جدا اللي ما يعرفش سيسو يا جماعة الفيلم اللي كل الناس شافته وبعدين نزل سينما الاسبوع ده حاجات غريبة يا بقى هي كدولة بصراحة انا حبتدي اخد حذري منها ده فيلم بيدور في نهاية الحرب العالمية التانية اثناء انسحاب الالمان من فنلندا وتعرضهم لشخص عجوز بينقب عن دهب وعرف يوصل بالفعل الصيدة حلوة من اثناء التنقيب بتاعه وبيقابل كتيبة من الجيش الالماني وهي بتنسحب وبيطمعوا في الدهب بتاعه فبتدور ما بينهم مواجهات ومناوشات بيتجسد فيها المعنى الحقيقي اللي مش عايز يموت ابن الصرمة بجد يعني يعني انت ممكن تتصوروا ايه اقصى حاجة ممكن تكونوا شفتوها في تاريخ السينما ينطبق عليها مش عايز يموت ابن الصرمة لا معلش يعني من قبل ماعرف ايجابتك لا معلش انا ما شفتش زي كده ابدا في الحياة بما فيها الافلام الهندي اسمه غريب اصلا ايه سيسو ده سيسو ده كلمة هو بيقولك كلمة فنلندية صعبة قوي نعرف لها معنى وانا بصراحة كنت في النقطة دي المفروضة اقوم اخرج من السينما جون ويك بص مش هختلف معاك في الاطار اه جون ويك اه ديد بول اه حاجات كتير من الكلام ده بس هم بيفرشوا الفرشة دي عشان من جواها يقدموا افكار يقدموا ستانس شغل مخاطرات يقدموا حاجات وتقنيات بالكاميرا ما تعملتش قبل كده بتاع فيلم ده ما عندوش اه طبعا عندو شوية حاجات بالنسبة للسينما انت ما تعرفش عنها حاجة وانا يعني انا كنت بهذر يا جماعة اصلا اعتقد ان في اسماء كويسة بتطلع من السينما الفنلندية وليهم تواجد في مهرجانات وكلام زي دوت انا لن ادعي المعرفة يعني فمش هدخل في الاطار ده بس ده فيلم تجاري في المقام الاول بنسبة 100% والرجل المخرج بتاعه كان ليه فيلم قبل كده اسمه بيك جيم لو تفتكروا بتاع ساميول جاكسون لما كان طالع مع راشة رئيس امريكا وعنده طيارة وقعت معرفش فين وفيه ولد صغير فنلندي ببندقية حماة وعمل معه بورتنر شكو بتاعه نفس الفكر فهو فيلم تجاري فيلم امريك وحتى الانتاج بتاعه فنلندي امريكي مشترك فما هوش غريب قوي عن الموضوع بس انت بقى من جوه فين بقى افكارك فين سطنتاتك فين مطرداتك فين الامور اللي انت بتعملها الحقيقة لا مفيش حتى الخدع بتاعت الاستمرار على قيد الحياة والمحاربة اللي التاني بيعملها يا جماعة مخرمة جدا اللي هو انزم اخو فيه 500 حاجة كانت ممكن انت تعمل تمنعه من انه ينجح في اللي هو بيعمله دلوقتي ده فما دخلش الدماغي وما انبهرتش للامان على المستوى التقني ما يثير الاعجاب شوية هم كادرين بالعدد كادر كده تحت المية وكادر تاني بيكتشف فيه وقع مفجع بيتاخذ بشوت ويد واسع كده كان شكله حلو شكله مبهر غير كده مفيش وتمثيليا طبعا تمثيليا ان احنا هنهرج هل قد طلعت من السينما من كتر من الفيلم سيء لا اكملتوا الاخره طبعا ليه اخره هندفع التمنى التذكرة فلازم احللها حتى اخر قترة افلام الحرب العالمية لازم تكون وقعية لانهو حدث وقعي وحصل من قبل لا طبعا انت ممكن تحكي على اطراف القصة اللي انت عاوزوا حتى لو عاوز تعمل قصة شجيع السيمة بطل اللي ترسوا اللي انت عملتاها داية وهي المفروض ان الشخصية داية تكسيد لبعض الشخصيات من التاريخ الحربي الفنلندي انا اخر معرفتي عن التاريخ الحربي الفنلندي الانجري بيردز بصراحة بكوت شارف انهم حربوا حربة اشد منك هو انا كده بعنصر ضد الفنلنديين يا جماعة تفتكروا في حد من السادر جمهور الفنلندي اللي بيتابعنا ممكن يزعل مني فاعمل دا زي ما انت عاوز ولو عاوز تعمل فانتسي في النص ولو عاوز تغير التاريخ زي ما ترنتينو عمل قبل كده معنديش اي مشكلة مش فرق معي الواقع بس حتى بقولك الاطار بتاع جون ويك ماشي يا سيدي انا عندي البطل المغوار اللي ما بيخلصش واللي حيولع الدنيا وكلام زي دا اعملها حلو اعملها زريف اعملها بشكل مترابط اعملها بشكل مش هقول مقنع بس اعملها بشكل مبهر بجد انسى الاقناع تماما مهو جون ويك مش مقنع مش هنقعد نقول دا حلو دا وحش وانكيل بميكيالين والكلام دا بس اعملها حلو انت محلتقاش حلو بصراحة ترانسفورمرز رايز اوف دا بيست شفتوه ولا ما شفتوهوش صحيح انا بصراحة ماليش في ترانسفورمرز وانا بصراحة برضو ماليش في ترانسفورمرز قوي بس كنت سمعت من فترة عن فيلم بومبل بي اللي هو كان بتاعي هالي ستينفيلد ولا ستانسفيلد وقالوا عليه فيلم جامد جدا كل الحاجات اللي كانوا بيترياءوا عليها بس سبحان الله المرة دي تقبلوها لمجرد ان الفيلم بتاع بامبل بي بالتحديد الفيلم دا موقعه من بقية الافلام بتاع ترانسفورمرز غريب شوية لانه هو السيكل بتاع بامبل بي نفس العالم دوت الاحداث بتاعته حصلت ومنها المفترض ان هو لترانسفورمرز الاول فهو العالم دا كله على بعض تلعبك بس عموما ان الفيلم دا لو حد حابب يتفرج عليه مش مهم على الاطلاق يكون عارف اي حاجة عن اي حاجة من الحاجات اللي فاتت بتاع ترانسفورمرز وان كانت البلوت متشابهة المرة دي فيه كوكب اخر من الكواكب اللي مسيطرة عليها شخصيات الترانسفورمرز ولكن شخصيات جديدة اول مرة نشوفها داخل الافلام عندهم مفتاح المفتاح دوت بيساعد على التنقل ما بين الكواكب وبيحاولوا يخفوه من كيان شرير عنده القدر على انه يستهلك هذه الكواكب كنوع من انواع الوقود او الاكل نفسه حبكة من عبط ما يمكن والمفتاح دوت علشان يخبوه ووصلوه الارض وقسموه وحصلت مطاردة متعددة الاطراف بقى ما بين الجنس اللي كان بيحمي هذا المفتاح وما بين اوبتمس برايم والفريق بتاعه اللي شايف المفتاح دوت فرصة ان هو يرجع للكوكب بتاعه بعد ما كانوا محصرين على الارض وما بين الكيان الشرير اللي عاوز يصل لهذا الموضوع مع تدخل من نماذج بشرية والمرة دي نماذج البشرية ده لازم برضو تبعت رسالة لها دعوة بالاقليات والاجناس المسحوقة والناس اللي بتتعرض للعنصرية وبياخدوش فرصة وعندهم مشاكلهم وبتاعه لكن في اللحظة الحاسمة بيبدوا مصلحة الكرة الارضية فوق كل شيء التصميم بتاع الشخصيات اللي جاية من الكوكب الجديد اللي هم فيهم الغوريلا اوبتمس برايم المفروض والحاجات ديات عجبني وحقيقة كان حلو جدا الشخصيات الارضية السيناريوهات بتاعتها مكررة ومعتادة تماما اوبتمس برايم انا شخصيا ابتديت ازهق منه جدا لان هو كل اللي بيعمله في الدنيا انه يقعد يقول اي شود واي شودنت انا كنت المفروض وما كنتش المفروض اكتر شخصية نادمة في تاريخ البشرية في الصياق المتوقع بتاع الاحداث بشكل عام انا ما كنتش سخنان مع الفيلم وكذا مرة يعني اخطار ان انا انزل دقيقة ولا دقتين كده طالما اللي بيحصل انا عارفه المتوقع بس سبحان الله المواجهة الاخيرة حقيقة كويسة تفكرتني بالمواجهة الاخيرة بتاعة الفيلم الاول على مستوى تميزها وبتاعتها مش تميزها في التصوير ولا في التصميم ولا في الخدع ولا في اي حاجة ولكن في عنصر الدخلات عارفين انتوا الحاجة اللي بتميز الفايت الاخرانية بتاعة انجيم وبتاعت انفينيتي وور كدلك رغم ان هي على مستوى الخدع والكلام دوت ما قدمتش حاجة ما شفناش قبل كده بس هي فكرة الدخلة العاطفية بتاعت كل شخصية والكذا مناسبة اللي دخل فيها شخصية بشكل مؤثر مع مزيكة مع كلام زي ده في الفيلم ده ده موجود فيه دخلتين تلاتة في الجول حقيقي في الجول جبدين جدا 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 وزي ما بقولكم لو حد من الأساس مرتبط بالشخصيات بتاعة ترانسفورمرز ممكن يعجبه دوت جوا الفيلم ان هو يرجع يستعيد الدنيا وبتاعه ويه فيه امكانية لربط بعالم آخر برضو كان مفاجئ شوية رغم ان انا شخصيا مش من المرتبطين قوي لا بالعالم ده ولا بالعالم التاني اللي حطينا عليه عالم تستفهمه ممكن اقولكم عليه دلوقتي بس ما علينا يعني بس الموضوع كان مفاجئ برضو كان ليه لحظة حلوة كده يعني فقول ان اول الفيلم مش وحشو لو صبرته واستنته لغاية الاخر حقيقي الفيلم مش وحشو قول عادي انهي عالم طب نتكلم بحتة حرق يعني اتلمل ما تعوص على خيب الرجل هو اصلا العالم بتاع ترانسفورمرز مخيش والعالم بتاع دي اي جو مخيش فرحوا ضمنهم على بعضه وقالك حنعمل بهم هم ملك مين ميكست وورد او كروس اوفر او ما عاربش بيه عامل لو بتلحق ده الاول او تلحق ده الاول ليه بتركبهم على بعضه اساسا بتربط بفاستو اللي اي وقت مش بعيدة والله شبهها يعني على صعيد الحرق بقى يعني لو تسألني الشخصية الابرز في الفيلم بشكل عام برضو بامبل بي يا جماعة بامبل بي عنده حتة دخلة في المواجهة الاخرينية اه خبرا يعني انا داخل الفيلم كله وبصراحة بصراحة اصلا داخل الفيلم كله عشان بس اتكلم عنه في الحصاد هو ده الهدف من الموضوع ياه بس الدخلة الاخرينية بتاع بامبل بي لأ اه قمت اتعدلت في السينما وعلى فكرة الساونتراك بتاع الفيلم حلو جدا كمان وبالمناسبة برضو السكور بتاع اساسو حلو مش واحد هي اكتر شخصية محبوبة في عنام ترانسفورمرز اكتر من وبعيد عن السورس ماتيري اللي هو جوه الافلام بامبل بي هو الابرز طمعا بدليل ان هما لما عملوه فيلم بشكل مستقل الناس سامحت فيه وانا حتى هدي اللحظة ما عرفش اسامحه ليه انا اتفرجت على بامبل بي هو ما عرفش ايه يا جماعة التهليل والهوسة اللي ما عموله دايت على ايه حاجة من افلام العيد محمساك كريم عبدالعزيز بيت الروبي خوش يا دودو النبي شوف تيزر فيلم تاك 30 ثانية شفتها في السينما اللي هي ديت بول لما معرفش مين يعمله لك في البيت ده صح يا عبدالرحمن طالع في فيلم فاهمي يا عبدالرحمن طالع في عدد من الافلام وعدد من الاعلانات واتمنى ان هو ياخد حقه بقى يعني لغاية دلوقتي الوحيد اللي ممكن اقول ان هو خد حقه شوية في الظهور المناسب من الناس اللي انتشرت من ضر التدرج السينماي العادي يعني اذا كان اللي قصده هو طهب سوقي طبع طه عبدالرحمن الناس دولي يقيم طلعوا من اليوتيوب يقيم طلعوا من الستاند up يقيم الحاجات دي الوحيد اللي خد فرصة وظهر ظهور مناسب لامكانياته هو طهب الباقيين كلهم بيتم استعرضهم بشكل كده بصراحة انا مش متحمس له ونفسي هما يكونوا اكتر حرصة على صورتهم من كده شوية واتمنى عبدالرحمن ظهوره في الفيلم بتوعي فاهمي يكون حلو وان كان التريلر بتاع الفيلم فاهمي كله على بعضها ما عجبتنيش خالص